مرحبا بكم أصدقاء الرائعون قبل أن نبدأ ادعمون بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات عندما قلت إنني أريد إنشاء علامة جارية جديدة للسيارات اعتقد الناس أنني مجنون لكنه حلم أصبح اليوم حقيقة هذه الكلمات هي التي قالها شاب مغربي بمناسبة حفل تقديم نموذج أول لمجموعة جديدة من السيارات هذا الشاب المغربي واحد من الشباب القليلون في العالم الذين يحملون أفكار ثورية تطمح لتغيير محيطهم والعالم المملكة المغربية واحدة من بلدان العالم التي تزخر بمثل هؤلاء العباقرة وفوز النجاح واحد منهم فكرته العبقرية هي ابتكار سيارة تحمل اسم نام إكس إنها أول سيارة في العالم تعمل بنظام حاصل على براءة اختراع متكون من الخزانات القابلة للإزالة والتي ستحدث نقل نوعي في تجربة التنقل النظيف باستخدام الهيدروجين الأخضر لأن العالم أصبح ينظر للهيدروجين الأخضر على أنه بديل عالمي للطاقة لحركة إزالة الكربون فوز النجاح رجل أعمال شاب يبلغ من العمر ثلاثون عاما من أصل مغربي ولد في إقليم فالدواز ضواحي باريس بفرنسا من عائلة مغربية مهاجرة تنحدر من الراشدية بالجنوب الشرقي للمملكة فوزي بدأ ولعه بالسيارات منذ أن كان طفلا صغيرا لطالما طور شغفه بالسيارات والابتكار في إطار التغيير وضرورة الإنتاج النظيف يقول الشاب المغربي إنه استغل تجربة والده العامل المغربي الذي عمل لأكثر من 35 عاما في مصنع سيارات رينو الفرنسية ليصنع شغفه وولعه بعالم السيارات وبالإضافة إلى هذا الشغف كان لدى فوزي دائما اهتماما معينا بحماية البيئة ويعمل رجل الأعمال المغربي فوز النجاح في صناعة السيارات منذ عدة سنوات حيث عمل في شركة فولسفاغن اليوم وفي سن الثلاثين سنفرط فوز النجاح نفسه في عالم صناعة السيارات وعمل على تحقيق فكرته على أرض الواقع وأنشأ علامة جارية خاصة به تسمى نام إكس ويسعى النجاح إلى إدراج إفريقيا والمغرب في قلب مشروعه هذه السيارة استثنائية في العالم وتعتبر بمثابة إنجاز عالمي وليس فقط إنجاز إقليمي أو محلي وتعتبر نام إكس سيارة مميزة جدا قام فوز النجاح في يوم الحادي عشر من ماي سنة 2022 في مدينة طورينو الإيطالية بمقر شركة التصميم الإيطالية الشهيرة بينينفارنا بالكشف عن نموذج أول لمجموعة جديدة من السيارات في العرض الأول العالمي الذي حضي بمتابعة كبيرة وتعتبر سيارة نام إكس من نوع هايف كبير جدا بطول يبلغ 4.9 متر وعرضها متران وارتفاعها متر وستون سنتيمتر ولديها قوة 550 حصان ومن مميزاتها أنها لا تتطلب وقتا لشحنها بفضل الهيدروجين الأخضر إذ يستغرق وقت الشحن حوالي 4 دقائق لقطع مسافة تقدر بـ 800 كم وللإشارة أصدقائي فإن شركة سامة بينينفارنا وهي شركة إيطالية قامت بمشاركة خبراتها مع مهندس شركة نام إكس من أجل تصميم هيكل السيارة بينينفارنا هذه هي التي قامت بتصميم أهم سيارات وموديلات فيراري لذلك نجد سيارة نام إكس دات تصميم جذاب للغاية فوز النجاح قال في تصريح لأحد المنابر الإعلامية أن الهيدروجين الأخضر أحد الحلول لرفع تحديات الانتقال الطاقي لا سيما ما يتعلق بالتنقل وعن طريقة عمل السيارة حيث أنها تعمل بالهيدروجين الأخضر هي سيارة ذات محرك كهرباء ولكن الكهرباء فيها لا تأتي من بطاريا ولكن من خلية وقود والتي تحول الهيدروجين إلى كهرباء إذا كان الهيدروجين متاحا فكل ما تبقى هو تخزينه في خزان بالسيارة وتوصيله بخلية وقود لإنتاج الكهرباء أما بالنسبة لمستقبل تصنيع هذه العلامة يعتبر فوز النجاح أن المغرب بلد مهم للغاية بالنسبة له ويعتبره الوجه الأولى لتصنيع سيارته حيث قال أنا مغربي وفخور ببلدي مشيرا إلى أن الفكرة انطلقت في باريس بخلفية من الكوادر المتعددة الجنسيات المدربة ذات مؤهلات علاوة على ذلك لقد بدأنا مفاوضات رسمية مع المغرب وستكون لدينا أخبار جيدة وأضاف أن المغرب دولة مهمة ورائدة في صناعة السيارات مضيفا أن هناك شركاء في المغرب مثل رينو وستيلانتس والعديد من الشركات الأخرى والمملكة المغربية دولة مهمة في منطقة البحر الأبيض المتوسط وهذا بطبيعة الحال لعدة عوامل منها توافر الخبرات والموهب في البلد كما أن هناك أيضا عوامل أخرى تشجع على ذلك وقال فوزي النجاح أنه سيتم الإعلان قريبا وبشكل رسمي عن مكان الإنتاج وكذا المتدخلين في عملية الإنتاج هاته وطريقة القيام بذلك مضيفا أنه من الواضح أن المشروع سيربط أوروبا وإفريقيا وبشكل خاص المغرب وفيما يتعلق بالسوق قال فوزي إن اهتمامنا هو أن يكون لدينا صناعة تكنولوجيا قوية في إفريقيا مرتبطة بمستقبل التنقل أصدقائي لا تنسوا دعمنا بالاشتراك في القناة وتفعيل زر الإشعارات